مشاهدين للمزيد عن استعدادات احتفالات 30 من يونيو مبادرة كلنا واحد ينضم إلينا مباشرة من مدينة الشيخ زايد الزميل محمود جميل ليكا محمود نعم بعض التحية طبعا رغضة وميرفت كل عام وأنتم بخير وكل المصريين بخير بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة نتابع معكم اليوم من مدينة الشيخ زايد التي تستعد الآن للاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو كغيرها من المدن على مستوى الجمهورية مدينة الشيخ زايد استعدت من خلال عدد كبير من الأماكن التي ستقيم الاحتفالات اليوم منها يعني هذا المكان الذي نتواجد فيه يستعدون الآن المصرح الذي سيستقبل الفنان أحمد جمال في مساء هذا اليوم للاحتفال بهذه الذكرى أيضا نشهد مدينة الشيخ زايد تقوم بتنفيذ مبادرة كلنا واحد التي تنفذها طبعا وزارة الداخلية وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه المبادرة موجودة في كل المطاعم والكافهات الموجودة في مدينة الشيخ زايد تقدم خصومات على كل المأكلات أو المشروبات أو حتى بعض المولات التجارية تقدم هذه المبادرة للاحتفال بهذه الذكرى الغالية على ألوب كل المصريين أيضا مدينة الشيخ زايد تشهد استقبال لأصحاب الحرف اليدوية وبعض المنتجات المصرية الذين أيضا ينضمون لمبادرة كلنا واحد ووجودهم بأسعار قليلة تناسب المواطنين أيضا احتفالا بهذه الذكرى الآن المصرح يستعد بالأنوار ويستعد أيضا بالإضاءات المختلفة وتزيين المكان طبعا بالأعلام المصرية استعدادا لانطلاق الحفل في مساء هذا اليوم الذي بالطبع نتوقع أن يشهد عدد كبير من المواطنين في مدينة الشيخ زايد خاصة أن مدينة الشيخ زايد ومدينة السادس من أكتوبر تحظى باهتمام كبير من الدولة في إقامة العديد من المشروعات التي تتمتع بها المدينة أيضا هنا في مدينة الشيخ زايد عندما تحدثنا مع أحد المسؤولين عن تنظيم هذه الاحتفالات اليوم وجه رسالة لطبعا جموع الشعب المصري ولأهالي منطقة الشيخ زايد في التوافد على الاحتفالات التي ستكون موجودة في مختلف الأماكن فيها الشيخ زايد للاحتفال واستعادة الذكريات الجميلة في انتصار الشعب في هذه الثورة التي خلقت مستقبلا جديدا وجمهورية جديدا يتمتع بها كل جموع الشعب المصري أيضا هنا في هذه الاحتفالات عندما نشاهد الاستعدادات وعندما نشاهد بدء إقبال المواطنين على هذه الاحتفالات تحدثوا أيضا على وجود الأمن والأمان الذي بدأ يتواجد منذ ثورة الثلاثين من يونيو في الأماكن المختلفة أيضا الجمهور هنا يستمتع بالأماكن السياحية التي بدأت موجودة في مدينة الشيخ زايد مدينة الشيخ زايد تحظى بالعديد من الأماكن السياحية الجميلة التي تكون متنفسة للجمهور المصري واحتفالا بذكرى الثلاثين من يونيو أيضا مبادرة كلنا واحد كما تحدثنا أصحاب المحل التجارية والمطاعم مرحبين بهذه المبادرة ويؤكدون على مساندة ودعم الدولة في كل المبادرات التي تخفف عن المواطنين أو احتفالا بذكرى الثلاثين من يونيو سنتابع معكم في الأوقات القادمة بدء الاحتفالات وبدء توافد المواطنين احتفالا بالحفل الذي سيكون اليوم في أكثر من مكان من مدينة الشيخ زايد هذه هي الصورة بالنسبة لإستعدادات الحفل وبالنسبة لمبادرة كلنا واحد التي سيتمتع بها مواطني مدينة الشيخ زايد نعم محمود جميل موفد تليزيون المصري كنت معنا على الهواء مباشرة من مدينة الشيخ زايد نقلت لنا الصورة واضحة عن استعدادات احتفالات 30 من يونيو ومبادرة كلنا واحد ترجمة نانسي قنقر